أولى لقاءاتنا الحوارية من برنامج صباح الخير يا كويت نبدأها إن شاء الله في موضوع متعلق بحلقة اليوم إن كم ذكرناك بداية حلقة العديد من الأخبار المتعلقة بموسم الحج وهو موسم القادم إن شاء الله في الأيام القادمة والناس راحوا الحج فلذلك لا بد أن يكون الموضوع مرتبط بهذه المناسبة فلذلك يعد الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة ولا يعد مرض السكري عاتقا لأداء مناسك الحج لأن مريض السكري أكيد يوصى بالالتزام ببعض التوجيهات أثناء موسم الحج ليضمن سلامة أداء المناسك على صحته أكيد وتجنب حدوث أي مضاعفات ممكن أن تهدد حياته بالتأكيد عبد الرحمن هذا الموضوع يتعلق بصحة وسلامة الحجاج خصوصا لعندهم السكري وتعد محافظة مريض السكري على صحته خلال موسم الحج تحدي كبير لذلك فإن التخطيط الوقائي والتوعوي ذو أهمية كبيرة في نجاح المريض في أداء فريضة الحج بسهولة للحديث أكثر حول هذا الموضوع يساعدنا أن تكون ويانا الأستاذ نعيم القبندي أخصائية تثقيف سكري بمعهد دسمان للسكري حيات شاء الله معانا ومسمى يديد ما أمر علينا وايد من قبل شنو هو تثقيف السكر وايد يسألوننا شنو هو تثقيف السكر يمكن قبل أن نطلع الهوى شوية تطرقنا حق هذا الموضوع تثقيف السكر الحين هو توجه عالمي لتمكين المريض من السيطرة على حالته الصحية من غير وجود مباشر للفريق الطبي حوالي يعني في أي تحدي يواجه في يوم من ارتفاعات انخفاضات أي ما يتعلق في مضاعفات السكر وهو عارف يتصرف ما يسيطر على الارتفاع متى يأخذ جرعة متى يطوف الجرعة متى يأخذ أدويته يعرف يتعامل مع نفسه يعرف يتعامل يصير أهوض بالفعل طبيب نفسه بس بشكل صحيح لأننا نسمع المرضى أنا طبيب نفسي أنا عارف أتحكم بالسكر وكل السلوك اللي يسوي يكون خاطئ أو من غير دراية مشكلة السكر أو المخ وهو مثل ما علمونا في المدرسة أن يتكيف مع البيئة التي تتحطينها فيه فإذا أنا علمت جسمي على ارتفاعات السكر رح يفهم أن هذا الطبيعي عندي ويبدأ يخفي أعراض الارتفاع عندي فأنا عايشة حياتي طبيعية من غير ما أدري أنه في شيء قاعد ينخرب جسمي من داخل متى يبين اسم الله عليكم بعد سنين لما تظهر مضاعفات السكر اللي هي المدى الطويل لا شك أستاذة على أنه اليوم هو مرض منتشر في العالم منتبتة عالية في الكويت مثل ما عرفت والأسف في أيضا عمارهم صغيرة يعني في العمر قاعد يصابون بهذا المرض سواء لأسباب وراثية أو لأسباب سبب التخذية وغيرها فلا شك على أن اليوم أي شخص رأي الحج بما أنه موسم الحج فهنا نتكلم عن الحج أنه يكون عنده هذه الثقافة ويعرف ما يتعامل مع نفسه أثناء وجوده في تأديته للمناسك فخنا نتكلم عن الإجراءات ما قبل الحج وما يجب واحد يسويه؟ أول خطوة طبعا بمجرد ما هو ينوي أنه يروح للحج ضروري أنه يراجع طبيب المعالج طبيب المعالج سيقوم بإجراء كافة الفحوصات الطبية التي يحتاجها للتأكد مثلا من سلامة الوظائف الكلوية ووظائف الكبد مدى سيطرة المريض على السكري قد هو يحتاج إلى تعديل الخطة العلاجية تغيير جرعات الأدوية جرعات الإنسلين تقديم نصائح معينة مثلا لما يتعلق في المجهود البدني لأننا ندر أن فريضة الحج بالذات مرتبط ارتباط وثيق في القيام بمجهود بدني غير معتاد حتى اللي عندهم لياقة أو رياضيين لما يروحون للحج يعني لما يرجعون يتكلمون عن التعب الذي يواجهها والمشقة التي يواجهها أثناء أداء الفريضة ضروري أنه يحصل على شهادة طبية من الطبيب المعالج تشرح حالته يكون فيها تفاصيل عن الأدوية التي يأخذها بالجرعات وأوقاتها اليومية لا سمح الله لأي طارئ وهو يواجهها أثناء الحج أنه يسهل على الفريق الطبي التعامل مع الحالة هم نوصي أنه يبلغ الحملة اللي هو رايح معها بأنه شخص مصاب بالسكري أو إذا كان مرافق له بحيث أنه هناك يكونون يعني يسيطرون على الوضع نعم إذا صار أي حالة طارئة أو فعلا الشخص المفهوظ تكون حالته واضحة خصوصا بالنسبة للمربة السكري هذا موضوعنا الذي يتكلم عنه لكن أستاذ أيضا اليوم نحن تكلمنا عن الإجراءات ما قبل أداء مناسك الحج لكن أثناء الرحلة يعني وانطلاق مناسك الحج شون هي الإجراءات اللي يجب أنه يحرص عليها طبعا إذا كان مستقل خنجول الباص أو الحافلة عشان يوصل للمنسكة أو الشعيرة اللي هو يقاصدها لازم يكون مأمن نفسه أن يأخذ حقيبة معاه فيها الأكل اللي هو المفروض أنه يأكل بانتظام الأكل الخاص في كامرة السكري الأكل الخاص فيه اللي هو قليل النشويات نعم يكون مع مصادر سكر سريعة تحسبا لأي ظرف لا سمح الله أن أصاب هبوط في سكر الدم فهو يقدر يتصرف أو أحد المرافقين لأنه ساعات هبوط سكر الدم يأثر على التركيز وسلامة اتخاذ للقرارات من الشيء نقول لازم يبلغ أنه هو شخص مصاب بالسكري كذلك أنه يكون معا نظارة شمسية خاصة إذا كان مثلا أثناء الوقوف في عرفة والتعرض لأشعة الشمس نحن نحمي العين لأنه من مضاعفات السكر على المدى الطويل أنه يتأثر طبعا على العين يكون معا مظلة للاحتماء مثلا من أشعة الشمس الماء للحفاظ على رطوبة الجسم لأن الجفاف ممكن يأثر على ارتفاعات سكر الدم وندخل في متاهات ثانية بعد صحيح يمكن هذه إجراءات عامة الواحد يسويها أو أي ميدل سكر يوسيط طبيبي مثل هذه الإجراءات لكن دعنا نتكلم اليوم بواقع تجربة أو من الناس مرضى السكر اللي نشوفهم معظمهم يقول لك لا أنا عرف نفسي أنا عرف إذا حاشني هبوط أدري إذا محتاج شوية يعني آكل سكر عرف نفسي آكل ككاو آكل ككاو أكثر شيء نسمعي آكل ككاو هذا غلط آكل ككاو أو مثلا أشرب لأي مشروب غازي أو شيء من هذا النوع آشان يعالج الهبوط فمعظمه يقول لك أنا طبيب نفسي أنا عرف أنا ملازم وما لا داعي تعطوني هذه الإجراءات فاليوم هل واجب أنه بعد كل شعيرة أو منسك أنه يروح يفحص دمه وأنه يروح يشيك على السكر أو أنه يقدر أو أنه يقدر بنفسه لا ليس فقط بعد مثل ما قلت أنا أول شيء أن الجسم يتعود إذا أنا معاودة أسوان على الارتفاعات أو الانخفاضات الأعراض ستختفي معي فليس شرط أن أنا مصدق أن أنا طبيبة نفسي أنا لا أحتاج أن أفحص أنا لا أدري ما يحدث داخل فليس فقط بعد الشعيرة قبل وأثناء وبعد الشعيرة أفحص؟ أفحص؟ لابد أن أفحص بالوخص نقول بالدم أو الوخص مزعد جدا التقنيات فحص الدم تطورت أكثر المرضى اللي نقول اللي يضعون السنسور أو المجس سهلت عليهم الفحص قد يكون أغلى كتكلفة من فحص الدم ولكن فترة الحجش كثرة تأخذ مدة المجس أسبوعين فليس لا أخذ أثنين بس هل فترة أمن سلامتي حتى لو فيها مبلغ إضافي فبالنهاية تسهل علي أن أنا أفحص والله الصيف أكيد الصحة مهم جدا لأن الشخص يحافظ عليها ومثل ما ذكرتي ساذي يعني موسم الصيف أريد أن أتكلم عن علاقة مرضى السكري ومريض السكري بارتفاع درجات الحرارة ذكرتي نقاط جدا مهمة يأخذ مع أمور احترازية كما مثلا ارتفاع أو انقفاض مستوى السكر في الدم فشنو علاقة الحر مع السكر الآن الصيف يأثر على مريض السكر من كذا نقول إذا هو على أبر إنسلين مثلا الحرارة تسرع من امتصاص الإنسلين في الجسم فممكن تعرضها إلى هبوط هذه أول نقطة النقطة الثانية الجفاف إذا هو ما يحرص على شرب الماء بكميات مناسبة ونقول مناسبة لأن في بعض الحالات الصحية تكون كميات المياه محددة من قبل الطبب الذين يراجعون معهم فكميات المياه ليس مسموحة لهم بشكل مفتوح فلازم يحافظ على رطوبة الجسم لكي يتفادل جفاف جفاف مشكلتها يدخل في ارتفاعات السكر ويدخل في مضاعفات أخرى ضربة الشمس نخاف منها الحرارة بعد لو كان أنا قلت المجس المجس هم يتأثر بالحرارة وبسأل عن أبر السكر نفسها اليوم تخترب بالحرارة الشديدة فلازم آيسبوكس لازم آيسبوكس اللي هي حافظات الإنسلين طبعا يتكون معاه ويكون مجهزة يتكون مجهزة وهذا يعني نقدر نقول مع جنطة السفر وتكون مع جنطة آيسبوكس جنطة الإيد مو جنطة السفر لأنه لا تضمن أن الشحن سيوصل مع الأغراب بالوقت هذا الإمرجنسي هذا لازم معاه طول الوقت موجودة كل الأدوية نشجع أن تكون بجنطة الإيد وليس الجنطة التي تدخل داخل الشحن نعم نقول كل هذه الإجراءات ودنا دائما ما نواعي الناس بأهمية المحافظة على صحتهم والالتزام بمثل هذه التعليمات وعسى الله شافيك كل مريض السكر يبدل هذا الجهد اليوم بحيث يحافظ على صحتها يعني بالفعل هناك معاناة اليوم في أن الواحد يحقق سلامته الكاملة إذا كان مصاب بمرض السكر فلا شك على أن كل نصيحة اليوم تقال هي لصالحك ولجانبك وحيث أنك لا تتعرض لأي ضرف طارئ ممكن أن يأخرك عن أداء شعيرك خصوصا أن أنت رايح اليوم للحج ودك أن نتكمل الحج 100% عدل أستاذة صحيح نعم فودنا نتكلم عن حلول سريعة لهبوط السكر غير أنه أحد يأخذ ككاو وهذا شيء غلط هذا غلط غلط أي شيء في دهن مهما كان حاليا عندنا البقلاوة مثلا الآيس كريم هذه كلها سكريات عالية ولكن نسبة الدهون التي فيها تأخر من امتصاص السكر ما يفعل ثلاث مكعبات سكر أبيض عصير 125 ملي عصير سواء كان المعلب أو الفرش مشروب غازي عادي الحجم الصغير ملعقة عسل والعسل يدخلنا في متاهات ترى لأن نوع العسل تختلف كميات السكريات من نوع إلى آخر ففي الملعقة الجاهزة التي في الجمعيات لكن يتأكد أن المكتوب عليها ليس أقل من 15 جرام سكر لأنها 8 جرامات فيحتاج ملعقة ثنتين فهذه حلول سريعة اليوم لعلاج الهبوط لعلاج الهبوط بعدها بـ 15 دقيقة المفروض يرد يفحص مستوى السكر الهبوط يبدأ إذا كان مستوى السكر أقل من 4 فإذا بعد 15 دقيقة من تناول مصدر السكر السريع وصل لدي السكر 4 أو أكثر يجب أن أكل وجبة تحتوي على مصدر نشويات معقدة مثلا قطع التوست لكن يكون فيها الحبوب الكاملة مع بروتين القمح الكامل يأكل القمح الكامل لا يأكل أي أبيض لكننا نشويات وبروتين ودهم بسيطة لكي تحافظ على نسبة السكر أنه لا ينزل مرة ثانية يجب أن يضعون بعين الاعتبار كل هذه الأمور ووسائل طوارئ وغيرها من الأمور اللي ممكن تصير بعهم علشان مهم جدا تثقيف مريض السكر قبل لا يدخل في كل المتاحات هذه لكن نقول متى ممكن تتطور الحالة تتطور حالة غيبوبة أو غيب عن الوعي ما هي الأمور التي صارت وهو ما حط لها اعتبار أو ما لحق يسوي هذه الحلول لذكرتها خصوصا في ازدحام بالحج اليوم وحيانا من شدة الاجدحام ممكن أن يتعب أو أن يحوج هذا الهبوط نعم وهو بعيد الشر اللي هو الغيبوبة أو فقدان الوعي يصير لما هو يتجاهل الأعراض التنبيهية الأولى لهبوط السكر مثلا لما تيلا رقع في القلب لما تيلا رجفة أو لما يكون يعرق حتى لو كان في مكان بارد يبدأ هو يعرق اللي نسميه العرق البارد وما ربط الأعراض هذه بهبوط السكر أحيانا يتعرض لهبوط متكرر يعني في الأسبوع الواحد يحوش هبوط مرتين أو ثلاث مرات أو إذا كان عند السكر لمدة زمنية طويلة سنة طويلة أو عند السكر وكان يتكرر الهبوط خلالها أو هو يتناول أحد أنواع الأدوية اللي نسميها مثبتات البيتا هذه المشكلتها أنها تخفي أعراض الهبوط كل الحالات اللي أنا ذكرتها هي اللي تخلي الواحد يتعرض لهبوط السكر المتقدم ومن أحد المضاعفات فيها يكون فقدان في الوعي طبعا في هذه الحالة يجب أن ينعطى أي شيء عن طريق الفم للشخص لكي نمنع الاختناق لأنه لا يستطيع غيب عن الوعي في بعضهم يعني من خط ما يتصرف ما يتصرف فتلاقينا يروح يدور على الصير يدور شيء عشان ينقذ إحنا كيف نتصرف المفروض هنا إبرة إحنا نسميها إبرة فريق الطبي الإسحافات الطبية على ما يوصلون أحاول أنا أسعف المريض بأنني أنا أعطي الإبرة هذه مفروض بعدها يفيق الحل بالإبرة بس 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 ما ينفع شرب عصير ممكن أحط عسل على اللثة بس بس يعني هذه معلومة ممكن نحن نطبقها ممكن إذا ما عندي الإبرة ممتوفرة ممكن أنا أفرك اللثة بالعسل دعطي نتيجة يعني إن شاء الله إن شاء الله واحد من الحلول على ما يي الفريق الطبي أكيد الإبرة ستكون معه مهمة سيتصرف نحاول نسعف على ما يوصل الفريق الطبي ومن المهم كذلك نرى في موسم الحج الكثير من الناس خصوصا يائم من دول بعيدة دائما يحملون بطاقات معهم تعريفية بدولتهم بلواتهم يعني بالحملة يائم معها فهل مريض السكر يحتاج بطاقة أن يعرف أنت بسم الله عليك أن الشخص الذي موجود فيه سكر فيسهل علي أن أنا أتصرف البروتوكول المتعرف أن أي حد مثلا يوصل غرفة طوارئ سيعطونا مثلا الغلوكوز عن طريق الوريد بس إذا درأت أن هذا مريض السكر يمكن ما ألجأ إلى هذا التصرف إلا لما أتأكد من مستويات السكر عشان أتخذ القرار المناسب نعم ذكرنا من البداية يعني في بداية حديثنا أن الشخص ممكن هو يعرف حالته ويعرف شون يتعامل مع نفسه خصوصا المريض السكري وقسمكم اللي طبعا تثقيف مرضى السكر بالمرض وكيفية التعامل مع الحالة ممكن أنه يكون مكتفي من المعلومات وهو فعلا قادر يسيطر على السكر وخلاص يعني بعد ما يكون عندكم وتعلمون شون يتعامل مع حالته وإلا هو دائما محتاج أنه يزوركم وبين تترا والثاني أنه يعرف معلومات أكثر اللي نتطمن عليهم وندري أنهما يعني عرفنا أنهما من خلال الأرقام فعلا قدروا أن يسيطرون على مستوى السكر شويا بعد لهم المواعد بس أن تكون في متابعات دورية السكر مهما أنت تحاولين تسيطرين عليه سبحان الله إلا ما تصير فيه تقلبات بيدش وموبيدش يعني ساعات حتى نفسية تأثر حالات مثلا تغيرات تغلبات الجو حتى تأثر على مستوى هذه عوامة خارجية عوامة خارجية ما لإذن فيها في مثلا اللي يحبون يأكلون في المطاعم ما يدري شنو محتويات الوجب مهما هو كان مثقف نفسه من ناحية النشويات والأشياء هذه فيه شالات اللي نسميها hidden sugars خصصا في الصلصات أو الأشياء اللي تنحط إضافات على الأدوية طبعا نحن بالتعاون مع رسم التغذية نحاول نغطي هالأشياء كثير ما نقدر صحيح فنقول أن اليوم المسؤولية الأكبر تقع على مريض السكر على مريض السكر والمسؤولية الأقل على الطبيب أو المعالج أو الناصح صح؟ نحن معه يد بيد يعني ما نقدر نلوم المريض هو مسؤول عن نفسه الجهات تتقف وتنصح وتوجه لكن بالنهاية هذا هو مالتزم بالضبط يعني نحن نسوي كل اللي نقدر عليه من توجيه في النهاية هو اللي راجع البيت ياخذ قراراته بنفسه من ناحية التزام بأدوية التزام بخطة علاجية أو أكل أو حتى حركة والحل مؤمية بالمئة بالعلاج صح؟ في أمور ثانية مكملة مثل نوعية الغذاء نوعية نشاط البدني هل هذولي كلهم متصدين ببعضهم بالنسبة لي مريض السكر يعتمد هل هو من نوع الأول أو الثاني إذا نوع الأول فهو ما لذنب بشي يعني هو مطالب أن ينظم أكله مطالب أن يزيد من نشاطه البدني ولكن في النهاية هو محتاج أبر للإنسلين اللي يبقع على حياته وسلامته النوع الثاني لا بيدة عنده مرونة يعني تعامل معه قرارات أكثر يقدر يأخذها ممكن يسيطر على السكر بشكل أحسن من النوع الأول لأنه مرتبط ارتباط وثيق بزيادة الوزن والنظام الغذائي نعم نقول أحسن الله يحفظ كل مريض سكر ويشافيه ويعافي يا رب وثقوا تماما يعني كل المصابين مرضى السكر على أن الجهات الحكومية اليوم في الكويت من وزارة الصحة من مأحد اسمال السكر لأي شخص اليوم قاعد يوجه نصيحة أو قاعد يحاول أن يساعد مرضى السكر حتى جمعيات النفع العام كلهم يعني تعتبرون غالين وعزيزين وما أحد يبيلكم إلا سلامتكم ويعني يشوفكم بخير وعافية ونتأدون هذه المناسك إن شاء الله بخير وسلامة نبي نصائح من نشت حاب تقولينها اليوم لكل حجاج بيت الله حرام رايحين وكل مرضى السكر يعني شو نحاب تقوله أولا نتهز الفرصة هذه اللي شكر كافة الطاقم اللي عمل على البرنامج هذا والتلفزيون الكويت لإتاحة الفرصة نحن نوصل الرسالة هذه للحجاج نتمنى لهم السلامة نتمنى لهم حج مبرور وسعي مبرور وإن شاء الله يا رب نتقبل منهم الأعمال الصالحة مراغبة السكر الدم من أهم الأشياء التي نحرص عليها الالتزام بالأدوية بمواعيدها الالتزام بالنظام الغذائي الصحي وكذلك أنه يبلغ الجهات اللي أهم الحملة اللي أهم عنا هو مصاب عشان مهما أهو كان حاس أنه متمكن تسيطر على السكر محظة من الظروف أنا أدري الموضوع عن السكر لكن حتى المصابين بالضغط أي أمراض أخرى أيضا بلغوا أصحاب الحملات يعني هذا على جانب هذا الموضوع إن شاء الله من جانب تثقيفي نعم كل واحد عند مرض يجب أن يبلغ لي حوله لأنه يكون معه بطول وقت بالسفر طبعا أكيد إذا تعرض لأي نوبة وغيرها من هذه الأمور يكون في تصرف صحيح شكرا لك سيدة نعيم القبضي أخصائد تثقيف سكر بمعهد أسمان للسكر شكرا على وجودك معنا ويعطيكم العافية شكرا أستاذة نورتين حياة الله ننتقل معكم مشاهدين إلى فقرتنا القادمة احتفلت دول منظمة الوحدة الإفريقية لدى دولة الكويت بيوم إفريقيا بحضور مع الوزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله صباح دول الاتحاد الإفريقي في الكويت أكبر فريق دبلوماسي في الكويت ويتم الاحتفال بهذا اليوم وسط حج دبلوماسي وشعبي كبير خلال حفل أقيم معرض خاص بثقافة دول الإفريقية زميلة هديل الفضلي أحضرت الاحتفال وقدمتنا التقرير القادم